بدأ النجوم المشاركون في حفل تيريو عربي نايت بلوفات حفلهم الغنائي والذي يعتبر أضخم حدث فني في الرياض بنهاية عام 2022 وبالتحديد يوم الأحد 31 ديسمبر والذي يجمع 12 فنان وفنانة من الوطن العربي وهم نانسي عجرم أليسة الصالة نجوة كرم أنغام لطيفة نوال الزغبي عاصي الحلاني صابر الرباعي وائل كفوري ولي التوفيق وبهاء السلطان وقد نجل الحساب الرسمي لموقع ايتيب العربي مقطع فيديو للحظة استعداد المشاركين في الحفل للبروفات الخاصة به مرفقا بتعليق جاء كالتالي نجوة كرم ولي التوفيق وعاصي الحناني ونوال الزغبي والصابر الرباعي في الرياض أثناء البروفات الخاصة بحفلهم تيريو رياض نايت لليلة رأس السنة 2023 في موسم الرياض وقد نجحت المملكة العربية السعودية هذا العام بحكز معظم نجوم الغناء في لبنان للغناء في منتجعتها في وقت مبكر وتحديدا قبل انتهاء السنة 2022 بنحو تسعة أشهر وبأجر يساوي ثلاثة أضعاف الأجر الذي يمكن أن يحصلوا عليه من أي بلد آخر فكانت نجوة كرم وائل كفوري ولي التوفيق نوال الزغبي عاصي الحلاني أليسة ونانسي عقرمهم في طليعة النجوم الذين سوف يتواجدون ليلة رأس السنة في السعودية والغناء فيها إلى جانب عدد من النجوم العرب كأصالة ولطيفة وصابر الرباعي وأنغام وبهاء السلطان اشتركوا في القناة